السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب كيمياء السنة التحضيرية كاف 110 جامعة الملك عبدالعزيز أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضراتنا ومعاكم دكتور وليد المحاضرة بتاعت النهاردة هتكون مراجعة سريعة على محتويات الفصول الأولى أربعة وحلول للتستبانك على الفصل الرابع يعني مش كل محتويات الفصول الأربعة ولكن احنا هنراجع بصورة سريعة على المحتويات الأساسية في الفصول الأربعة طيب الباب الأول كان بيتكلم عن المادة والتغيرات اللي بتحدث في المادة وقال إن المادة هي كل حاجة حوالينا فالمادة هي كل حاجة حوالينا لها كتلة وتشغل حيز من الفراغ بعد كده التغيرات اللي بتحدث في المادة دي بتتقسم لنوعين تغيرات فيزيائية ودي بتتغير فيها حالة المادة من الحالة الغازية للصلبة للسائلة وهي الحالات الثلاثة زي ما احنا عارفين بتبقى الحالة الغازية الجزائيات فيها مسافات بينها وبين بعض بعيدة أقصى ما يمكن وهنا المسافات متوسطة وهنا المسافات البينية صغيرة جدا ده معناه إن قوة الترابط هنا كبيرة جدا هنا قوة الترابط بين الجزائيات أضعف هنا قوة الترابط بين الجزائيات ضعيفة جدا ده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي بما إن قوة ترابط ضعيفة فليس لها شكل سابت ولا حجم سابت لكن هنا لها حجم سابت بس ملهاش شكل سابت هنا لها شكل سابت وحجم سابت طبعاً لما نجيب مادة صلبة ونسخنها ونديها طاقة حركة تبتلت الجزئات تتحرك وتبعد عن بعضها تتحول للسائلة لو سخنها أكتر تتحول للغازية ولو بردناها يحصل العكس طيب لو حولت المادة من الحالة الصلبة للحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة من ساميدة السابليميشن أو التسامي دي التغيرات في حالة المادة الفيزيائية أما التغيرات الكيميائية فهي تفاعلات الكيميائية اللي بيكون فيها تكوين وتكسير روابط يتكون أو يتكسر روابط وكمان اتكلمنا في الباب دوت عن تأسيمة لأنواع المواد قلنا أن المواد يأما تكون رمز كيميائي واحد يعني مادة نقية يعني pure substance أو أكتر من رمز فبنسميها مخلوط أو مكتر إذا كان الرمز دوت متكون من عنصر واحد فبنسميها element أما إذا كان أكتر من عنصر مع بعض فبنسميها compound يعني الـH2O أو المية النقية دي عبارة عن رمز واحد اللي هو الـH2O ولكن جوا عنصرين اللي هو الـhydrogen والأكسجن فده عبارة عن compound لو جبنا مية بحر فده عبارة عن مية وملح رمزين يبقى ده عبارة عن مكتر أو خليط والخليط ده بينقسم إلى أنواع homogenous وهتروجينيس يعني متجانس وغير متجانس المتجانس يعني بيبدو كفيز واحد أو كشكل واحد أما الغير متجانس فبيبان على هيئة فيزز مفصولة عن بعضها البعض بعد كده اتكلمنا عن الوحدات وقلنا إن أي حاجة بنقسها من خلال سبع وحدات أساسية حيث الطور يقاس بالمتر وسمينا الوحدات الأساسية دي الSI unit بعد كده قلنا إن في وحدات مشتقة من هذه الوحدات يعني مثلا النيوتن لو أنت عارف القانون بتاعه اللي هو القوة اللازم أسرت على جسم كتلته واحد كيلو جرام أكسبته عجلة مقدرها متر على الثانية تربيع فلو استخدمت الوحدات الدولية يبقى الوحدة النتجة دي وحدة دولية بردك ولكن بنسميها drive unit أو وحدة مشتقة بعد كده اتكلمنا عن إن قبل الوحدة ساعات بيتحط prefix أو حاجة بتغير القيمة العددية للوحدة يعني كيلو معناها ألف ميجا يعني ألف ألف مليون وهكذا لو أنت شلت البريفكس ده تقدر تحط قيمته العددية اللي في الجدول لكن لو أنت عاوز تضيف بريفكس من عندك فبتحط عكس القيمة العددية يعني لو عندك جرام وعايز تحط قبل كلمة جرام كيلو يبقى هتضرب في 10 قص ناقص 3 ليه؟ لأن الكيلو ب10 قص 3 هتضرب في عكس القيمة اللي هو 10 قص ناقص 3 بعد كده خدنا قانون اللي هو بيقولك الكسافة تساوي الكتلة على الحجم وحدة الكسافة بتساوي وحدة الكتلة على وحدة الحجم الكتلة تساوي الكسافة في الحجم الحجم يساوي الكتلة على الكسافة بفكرة المثلث المعتادة عندنا بعد كده في الباب الثاني يبتلينا نتكلم عن الزرة ومكوناتها وقولنا الزرة مكونة من نواة لتحوي كتلة المادة كلها وبيلف حواليها إلكترونات بتكون كتلتها بسيطة جدا ولكن بيكون الإلكترونات مشحونة بشحنة سالبة والبروتونات مشحونة بشحنة مجابة والنياترونات متعدلة ففي الزرة المتعدلة بيكون عرض الإلكترونات مساوي لعدد البروتونات بعد كده اتكلمنا عن بعض المعلومات المهمة عرض البروتونات هو اللي بيحدد موقع العنصر في الجدول الدوري وهو اللي بيحدد اسم الزرة يعني أولاً بيتغير عرض البروتونات بتبقى زرة تانية لكن لو تغير عرض النيترونات فده بيكون يا جماعة بيكون نظير أو آيزوتوب ومكونات الزرة بتتقاس بوحدة اسمها الأتوميك ماس يونت اللي بتساوي تقريباً واحد وستة من عشرة فعشرة أصناقس سبعة وعشرين كيلو جرام يبقى احنا يا جماعة عندنا في حاجة اسمها العدد الزري وده عبارة عن عدد البروتونات وده اللي بيحدد اسم الزرة وعدد كتلي ده عبارة عن مجموعة البروتونات والنيترونات وده بيحدد كتلة الزرة لو عندك مجموعة من الزرات كلها فيها نفس عدد البروتونات اللي هو بروتون واحد ولكن مختلفة في عدد النيترونات يعني مختلفة في العدد الكتلي ومتساوية في العدد الزري فبنسمي الزهرة دي يا جماعة آيزوتوبس أو نظائر يعني هما الثلاثة في الحقيقة عبارة عن هيدروجين يتفعلوا زي الهيدروجين ولكن أوزنهم مختلفة عن بعض عدد الكتلي بتاعهم مختلف والعدد الزري متساوي وبيكون عندنا الرمز في الجدول الدوري مكتوب فيه العدد الزري وهي العدد الكتلي ونقدر من خلال الأرقام دي نحسب عدد البروتونات والنيترونات والإلكترونات الموجودة في الزرة وقولنا إن الجدول الدوري متقسم إلى مجموعات بالطول كده وجروبس أو سوري بيريودز بالعرض كده يعني دي الجروب الأولى الجروب الثانية أو المجموعة الأولى والمجموعة الثانية اللي هي الألكالي والألكالين والهالوجين والنوبل جازز وجروب بيريود أو دورات بالعرض كده وإن الأخضر دي هي الفلزات والأزرق دي هي اللافلزات ولما بيتفاعل فلز مع لافلز بيكون مركب ايوني والفلزات دي بيكون لها خواص انها بتوصل الحرارة والكهرباء وقابلة للطرق والسحب دي فكرة عامة عن الحاجات اللي خدناها في الجدول الدوري وطبعا العناصر مترتبة في الجدول الدوري على حسب العدد الزري بعد كده قلنا ان في حاجة اسمها المولوكيول ده عبارة عن كذا اتم مع بعض لو زرتين بنسميه داياتوميك مولوكيول لو اكتر بنسميه بولياتوميك مولوكيول يعني متكون من ثلاث زرات او اكتر زرة واحدة اسمها اتم زرتين بنسميه مولوكيول لو هم اتنين بس بنسميه داياتوميك مولوكيول لو اكتر بنسميه بولياتوميك مولوكيول لو عرد الالكترونات لا يساوي عرد البروتونات فالزرة بتكون غير مشحونة وبتسمى ايون لو الايون ده موجة بتسميه كتايون لو سالب تسميه أنايون وزي ما احنا عارفين عشان يكون موجب لازم يكون فقط إلكترونات يعني ععدة إلكترونات فيه أقل ولو كان سالب يعني لازم يكون اكتسب إلكترونات فعدى الإلكترونات اللي فيه بيكون أكتر ومن خلال رقم المجموعة بتقدر تتوقع الشحنة اللي موجودة على الأتم فلو هي في المجموعة الأولى بتكون موجب واحد في الثانية بتكون موجب اثنين في السبعة بتكون نقص واحد في الستة بتكون نقص اتنين علشان تحاكي المجموعة التمنى بتاعة النوبل جازز او العناصر الخاملة بعد كده قلنا ان الرمز بتاع المركب ممكن يكون مزبوط بالضبط بنسميه molecular formula او بشكل تقريبي empirical formula حيث empirical formula ما ينفعش ولا molecular formula يكون فيهم كسور لازم تكون كل الاعداد صحيحة ورقم واحد دايما ما بيتكتبش بعد كده اتكلمنا عن المركبات الايونية وقلنا ان بيكون فيها الشحنة الكلية اللي على المركب بصفر وده عن طريق انك تجيب الرقم اللي في اليمين هنا والرقم اللي في الشمال هنا لو هم متسويين فانت مش محتاج تعمل كده لان في الاخر ما ينفعش المركب الايوني الرمز بتاعه يكون empirical formula لازم يكون الرمز بتاع لازم المركب المركب الايوني يكونوا حاجة واحدة يعني المركب الايوني الرمز بتاعه ما بينفعش يكون قابل للاختصار ماينفعش اكتب رمز مركب الايوني اسمه CA202 ماينفعش المركب الايوني يكون ليه molecular formula و empirical formula المختلفين لازم لاتنين يكونوا حاجة واحدة فاذا طلع فيه رقم قابل للاختصار فلازم تختصر يبقى بصورة عامة لو الرقم اللي هنا زي اللي هنا خلاص واحد مع واحد لكن لو اللي هنا غير اللي هنا هتجيب الرقم اللي هنا هنا والرقم اللي هنا هنا من غير الاشارات بحيث ان العدد بتاع الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة في المركب الايوني وما ان العدد معروف فالتسمية بتاع المركب الايوني ما فيهاش ارقام بتقول اسم الحاجة الموجبة بعد كده اسم الحاجة السالبة aluminium oxide, potassium bromide, magnesium nitride, calcium oxide بدون ارقام لان المركب الايوني عادة بيكون ايه؟ ايون موجب من الفلزات مع ايون سالب من اللاه في الزات او اي حاجة من bully atomic ion لو المتال بتاعك من الترانزيشن متال يعني ليه كذا حالة تأكسد فلازم تحط في الاسم بين قصين رقم روماني بيعبر عن حالة التأكسد اللي على المتال اما في المركبات التساهمية واللي بيسموها molecular compound فبتضطر تحط ارقام لان المركب ممكن يكون في COO او CO2 مفيش عدد محدد لانها فيش شحنات فبيتسمى بقى في الحالة دي لازم تحط مونو في حالة الواحد اتنين في حالة الضاي وهكذا لكن قبل الزرة الاولى ما ينفعش تحط رقم اللي لما يبتدي من رقم اتنين فالارقام ظهرت امتى في المركبات التساهمية لان ممكن يكون اي عدد من الزرات مرتبط باي عدد من الزرات بعد كده يا جماعة دخلنا على الباب التالت وده اتكلمنا فيه ان الزرة والايزوتوبز بتاعتها بيكونوا موجودين مع بعض وكل واحد ليه نسب تواجد يعني مجموع النسب الكلية بتاعتهم 100% وبالتالي فان الكتلة المتوسطة للزرة بتساوي مجموع ايه بقى؟ مجموع حاصل ضرب الكتل اللي موجودة لكل ايزوتوب في نسبة وجوده نجمع كل ايزوتوب كتلته قد ايه؟ ونضربها في نسبة وجوده وبعدين نجمع ده كله على بعضه يطلع علينا الكتلة المتوسطة للعنصر وديه الكتلة اللي بتكون موجودة تقريبا في الجدول الدوري بتاعنا ونقدر نجمع الكتل ديه علشان نحصل على كتلة الجزيء زي ما انت شايف هنا في الجدول مديك زرة الكربون مثلا وزنها 12.01 الفراكشن ده سببه ايه؟ سببه انه حسب الايزوتوبز 12.13 ونسبة وجودهم فطلعت الكتلة المتوسطة 12.01 تجمع بقى الكتل ديه على حسب رمز المركب اللي عندك وتقدر تجيب وزن الجزيء ده كله كام بعد كده تكلمنا عن حاجة اسمها المول وقلنا ان المول ده هو كتلة الجزيء بس مقدرة بالجرام يعني تحسب كده تشوف الهيدروجين بكام بواحد مثلا في اتنين هيدروجينة يعني يبقى المجموع اتنين والاكسوجين وزنه كام تجمع يبقى وزن جزيء الاكسوجين مفروض حوالي 18 اتوميك ماس يونت شيل بقى كلمة اتوميك ماس يونت حط بضلها جرام يبقى كده بقى عندك مول من المادة يبقى المول من المادة الكتلة الجزيئية مقدرة بالجرامات وده بيكون جواه يبقى يا جماعة عدد سابت من الجزيئات يسمى عدد أفو جادرو طبعا السوابت يا جماعة بتكون معطاة عندك في الامتحان انت بتحفظش السوابت يعني السابت أفو جادرو مش بنحفظه ولكن انت من كتر حل المسائل بتلاقي نفسك تلقائي حفظته بعد كده تقدر تحول بقىها من جرام لعدد مولات بمعرفة الوزن الجزيئي بتاع المركب يعني انت معاك الرمز بتاع المركب الرمز اللي هو أنهي يا جماعة الكيميكال فورميلا مش الامبيريكال فورميلا اللي هو الرمز الأصلي مش المختصر طبعا لو مركب أيوني في الاتنين زي بعض لكن لو مركب تساهمي هتفرق فلو معاك رمز المركب يعني H2O مثلا أو whatever المركب جمع الأوزان بتاعته يبقى دي المولار ماس تمام؟ بعد كده لو عارفك وزن المادة بالجرام تقسمها على المولار ماس يطلع لك عدد المولات والعكس أيضا صحيح لو عارف عدد المولات تضربه فيه المولار ماس يطلع لك وزن المادة بالجرام كده تحول الجرامات لمولات أو المولات لجرامات احنا بنعمل كده ليه؟ لأن كل شغلنا بيكون بالمولات المعادلات المتزنة الشغل بتاعنا بيكون بالمولات بعد كده خدنا حاجة اسمها نسبة وجود عنصر في مركب لو عندك مركب زي الـ H2O2 ده جوال H والـ O تقدر تيب نسبة وجود الـ H نسبة وجود الـ O طبعا نسبة وجود الـ N في مركب زي ده كام؟ صفر طبعا طيب نسبة وجود الـ H2O2 عبارة عن إيه؟ وزن الهيدروجين على وزن المركب كل وزن الهيدروجين فيه عندي كم هيدروجين 2 كل واحدة وزنها 1 ووزن المركب كام؟ فيه اتنين هيدروجين كل واحدة وزنها واحد باثنين فيه اتنين اكسجين كل واحدة وزنها بستاشر الاوزان دي جيبتها من الجدول جمع وزن الجزء كله اربعة وثلاثين اقسم ده على ده يديك النسبة بتاعت وجود الهيدروجين لو ضربتها في المية تتحول لنسبة مئوية لان خمسة في المية يعني خمسة من مية مجموعة النسبة المئوية لازم يساوي مية في المية دايما لو اديتك النسبة المئوية في اي مركب تقدر تحولها للامبركال فورميولا بانك تتحول البرسنت لجرامات تفترض ان فيه ميت جرام فالبرسنت لو عندك عشرين في المية كاربون يعني معناها كل ميت جرام فيهم عشرين جرام كاربون يبقى هتشيل برسنت وتحط بدلها جرامات بعد كده هتحول الجرامات لمولاد بانك تقسم على وزن الكاربون اللي هو كان في الجدول اللي هو اتناشر بعد كده بقى تتخلص من الكسور بانك تقب خطوتين اول خطوة تقسم على اصغر قيمة بعد كده لو فضل فيه كسور تضطر تضرب فيه رقم عشان تتخلص من الكسور زي اتنين او تلاتة وهكذا زي ما شفنا في المسائل بتاعة الشابطر التالت زي ما انت شايف في المسألة اللي احنا خدناها قبل كده بعد ما وصلت الامبيريكل فورميلا ممكن تكون هي هي المولوكلر فورميلا او تكون المولوكلر فورميلا مضاعفاتها اعرف كده ازاي لازم يديني الوزن الجزائي واحسب الامبيريكل فورميلا واقسم لاتنين على بعض لازم المولوكلر تكون قد الامبيريكل او مضاعفاتها يعني منفعش يكون كسور فلو المولوكلر قد الامبيريكل بالزبط يبقى هما لاتنين حاجة واحدة لكن لو المولوكلر قد الامبيريكل مرتين يبقى انا محتاجة اضرب الرمز ده في اتنين فتبقى سي ستة اتش تمانية او ستة وهكذا بعد كده قلنا لما بنكتب معادلة لازم تكون المعادلة متزنة يعني عدد الزرات اللي داخل يساوي عدد الزرات اللي خارج يعني المعادلة دي يا جماعة مشكلة ايه المعادلة دي مش متزن ما انفعش اشتغل علي لازم يكون عدد الزرات اللي داخل زي عدد الزرات اللي خارج يعني هنا فيه اربع زرات هيدروجين داخلين يبقى لازم يكون فيه كام اربع خارجين يبقى لازم احط هنا اتنين عشان يبقى العدد ده قد ده وبنكتب تحت الرموز حالات المادة حيث G يعني غاز L يعني liquid S يعني solid Equus يعني دايب فيه المية زي ما هناخد فيه الشابطة الرابع قلنا المحليل او الاكوس الحاجات الدايبة في المية المعادلة المتزنة دي بنقدر نقدر بيها قد ايه من الرياكتنت انا محتاجهم عشان اطلع البرودكت من خلال زبطة المعادلة يعني اتنين مول من الهيدروجين مع واحد مول من الاكسوجين بيطلعو لنا اتنين مول من المية يبقى انا لو عندي عشرة جرام مثلا يبقى لازم احول الاول جرامات لمولات بعد كده اقول بقى ها اتنين مول بيطلعو اتنين مول يبقى كام مول عايع يطلعو كام مول من هنا وده اللي هي طرفين فوسطين اللي احنا خدناها قبل كده الناتج اللي انت بتحسبه ده اسمه Theoretical Yield او الكلام النظري ولكن عمليا او actual القيمة الفعلية بتكون اقل فلو اسمت الactual او الريال على Theoretical او Calculated يطلع لك البرثنت او فييل او نسبة اللي هيطلع فعليا على اللي تحسب نظريا وده لازم تكون يا مية في المية يا اقل من مية في المية بمنتهى البساطة وبكده يا جماعة نكون جبنا فكرة عامة عن المحتوى بتاع اول تلات فصول نبتلي بقى نحل التست بنك بتاع الفصل الرابع